شاطع السابلات وجهة سياحية مفضلة في الآوينة الأخيرة إذ أصبح قبلة العديد من العائلات الجزائرية التي ظلت لسنوات طويلة حائرة في إيجاد مكان يستطيع عطفالهم اللعب فيها كل يوم آخر يوم في العطلة الرابعية بسكو كان عندنا إدرابات دكاكين دخلوا للمدرسة يكون عندنا تركم كثير في الدروس خاصة المتوسطات الثانويات شاطع السابلات تعدت شهرته ولاية العاصمة استقطب العائلات وأبنائهم من الجنوب الكبير لم يفوتوا فرصة التنزه فيه رغم قلقهم من التأخر في الدروس نحن نسعد هنا لنقف في الدروس كنا قبل أن نذهب هنا كنا قدرنا ثلاثة يام غرف ما قرناش زيد قبل أن نذهب هنا من يكا تشتاء عندنا ثلاثة يام ما حبستش كانت وزيد سخانة قبل أن نذهب هنا هكا شوية ما نشعرف بش حال كنا مصيفين تاركم تدرس بزاف دكنات دخلوا دكي جون بزاف دروس وحفاظها إضافة إلى الترفيه نجد لمسة تعليمية هنا فوجود مكتبة متنقلة في المكان بصفة دائمة كانت لفظة طيبة من السهيرين على توفير التسلية للطفل في هذا المكان في رسالة واضحة مفادها أن السابلات مكان يجمع بين راحة الجسم والتنفيس عن طاقاته وبين الاستثمار في المواهب والعقول اشتركوا في القناة